اعتقد اعتقد انه مجلس الشعب دلوقتي يبقى حاجة مهمة في حياتنا جدا وخصوصا انه في كثير من القنوات والقنوات المصرية كمان الحكومية يعني او قنوات البلد يعني نفسها بقى فيه قناة خاصة بتبقى شايف الاحداث اللي بتحصل في مجلس الشعب من الالف للياء طبيعي طبيعي ان مجلس الشعب بعد ثورة يبقى فيه شوية احداث فيها تخبط انا اسف ان انا بقول تخبط ولكن فيه تخبط مع السلطة القضائية فيه النائب لستاذ محمد ابو حامد مبارح وهو حتشوفوا دلوقتي النهاردة في الجرائد وهو ماسك صورة وحاطت ماسك الفارغ بتاع الخرطوش بتاع الرصاص اللي تستخدمه الدخلية تخبط من او تسميها زي ما حضراتكم عايزين الاستاذ مصطفى بكري او النائب مصطفى بكري واتهامه للدكتور البردعي بالعمالة الامريكا احترمنا الشديد للطرفين لجنة الشؤون العربية مبارح وطرد الصحفيين اللي موجودين في اللجنة ده بالاضافة بقى الاخر اليوم واعتصام مجموعة من النواب جوه مجلس الشعب انا بسميه نوع من التخبط او اختلاف وجهات نظر مش عارف اسميها ايه معايا خبيرة في البرلمانات ومتابعة برلمان الخاص بألفين وخمسة وألفين وعشرة وألفين واثناشر استاذة ولاق حسين رئيس قسم البرلمان بروزل يوسف صباح الخير يا فهم صباح النور نهرك سعيد هل التعبير اللي انا قلته ده فيه تخبط ده ينفع ان انا اقوله على الحصة الامبارح او الاحداثة اللي بتحصل في البرلمان اليوم مين دول ينفع وينفع كمان اضافتك علي بان ده ممكن يكون طبيعي لان في اي برلمانات في العالم لما يبقى فيه خلافات في وجهات النظر ده الطبيعي انما اللي مش الطبيعي بقى ان احنا نحول المجلس وكأنه مكلمة وننسى دوره في استخدامه لادواته البرلمانية علشان خاطر يفصل او يعني يقول لنا قرارات في الامور اللي بتحدث متلاحقة في المرحلة الحالية تعالي تعالي نبتدي الاول باللي انا قلته في المقدمة النهاردة في البرنامج ان انا فوجئت بانه مجلس الشعب والعدد الكبير المحترمين كلهم اللي موجودين في مجلس الشعب اه قرروا انه هما يسيبوا الاحداث اللي بتحصل في الشارع قدام اه اه وزارة الداخلية وبيتكلموا على استوانت اه البتجاز ومشاكل استوانت البتجاز وده يعني مشكلة هامة جدا يعني ما ينفعش ان احنا نقول ان استوانت البتجاز مش هامة للشعب المصري هامة جدا لكن في مشاكل بتحصل فيها انهيار لوزارة الداخلية او الامن عموما اه مع احترامي الشديد للناس الثوريين اللي وقفين قدام وزارة الداخلية بيطلبوا بحقوق من غير ما يرموا ملطوف لا خليني نفصل ما بين ان مجلس الشعب مش جلسة عامة فقط مجلس الشعب عنده كمان لجان بتنعقد صباحا في 19 لجنة بينعقده صباحا قبل الجلسة العامة فلو في قضايا يعني لم تناقش في الجلسة العامة بتبقى محل نقاش في اللجان الفراعية مجلس الشعب يعني الجدوى البتاعه بيعد من قبلها بتاربع ايام على الاقل فبيبقى ده بناء على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب فيه 115 نائب بتقدموا بطلبات احاطة حوالين ان فيه ازمة في السولار وازمة في انبوكت البتاجاز وان فيه صراعات في المحافظات وان الناس بتقتل بعض ما ينفعش ان مجلس الشعب يتجاهل ده وده كان موجود على جدول الاعمال وفي نفس الوقت كان فيه عدد من اللجان الاخرى اللي بتشتغل في الاحداث الطريقة المتتالية منها على لجنة الاقتراحات والشكاوى ومنها اللجنة التشريعية كان برضو عندها امر ومنها اللجان اللي هو مشكلها علشان تسافر بور سعيد يعني انت حضريك دلوقتي بتردي على سؤالي بتفهميني وبتفهمي مشاهدي نارك سعيد وللناس اللي معترضة ان ازاي يتكلموا في موضوع استوانت المتجاز وصائبين اللي بيحصل في الشارع وراهم انه الموضوع ده بيبقى متحدد من اسبوع بالضبط لما بيبقى فيه شيء طارق حصل النهاردة مش على جدول اعمال المجلس فلازم يتقدم برضو مجموعة من النواب يطلبوا بادراجوا على جدول الاعمال لان دي ليحة طب بما ان الناس جوم الصبح بدري يعني فيه ناس بتيجي من الصبح بدري ما كانوش عارفين ان احنا النهاردة الجدول النهاردة بتاعنا ان احنا هنتكلم في استوانت المتجاز ما قالوش ما اقترحوش يا جماعة نشوف بس اللي بيحصل ورانا الاول تمام اللي كانت الفرعية كلها رغم ان كانت احداثها يعني كل اللجنة مختصة بشيء الا ان كان ده بيطرق يعني كل نائب يتكلم بيشير الى اللي بيحدث في الميدان وعلى منتصف النهار النائب محمد ابو حامد طلب انه فتح الكلام في الموضوع بشكل عاجل وده لانه جالوا على الموبايل بان الدخلية بدأت تضرب على المتظاهرين خرطوش ورصاص حالي طيب فصريلي حكاية انه بعض النواب قاعدين دلوقتي من مبارح بالليل معتصمين جوه مجلس الشعب ليه؟ هو ده يعني حاجة يعني بصراحة يعني حاجة مفزعة لان احنا اعتدنا ان من يعتصم هو الشعب مش نواب الشعب فلما يكون هناك من النواب لديهم من الادوات البرلمانية اللي تمكنهم من انهم يتخضوا وانهم يتحوروا وانهم يخدوا من القرارات ويلاقي منهم مجموعة تعتصم فده معناه ان كده المجلس فقط دوره يعني من المفترض ان هذا البرلمان جي نائب عن الشعب فانا كان رأيي ان بمجرد ما جي برلمان خلاص احنا مش محتاجين ان احنا ننزل للميادين علشان خاطر نطالب لا احنا بقى عندنا نواب عندهم ادوات برلمانية بيستخدموها في انهم يجبوا لنا حقوقنا يسمعونا ويعرضوا مشاكلنا ويتفاوضوا على انهم يحققوا هلنا لما يفضل نفس المطالبات شغالة والنواب نفسهم يسيبوا الساحة بتاعت البرلمان وينزلوا للميدان ده معناه ان احنا في حاجة غلط بتحصل يعني وده معناه ان احنا الى الان مشكلناش برلمان قادر انه يتخذ من القرارات انها ترد الشعب قبل ما نحكم عليهم انه هم مش المفروض يعملوا كده خلينا نفهم هم عملوا كده ليه الاول هو اللي حصل امبارح ان بعد تشكيل اللجنة اللي خرجت علشان خاطر تتقصى الامر حوالين الدخلية يشوفوا هل فعلا بيتم اطلاق النار ولا لأ فالمفروض انهم يرجعوا بقرار اللجنة اللي تم تشكيلها بناء على طلب من النائب محمد ابو حامد ترجع بقرار تقول فيه والله احنا شفنا فعلا ان فيه اطلاق نار ويلا نتخذ قرار علشان نشوف ازاي حنفض الاشكالية اللي موجودة حوالين وزارة الدخلية انما اللي حصل حاجة غير كده خالص اللجنة اتقسمت نصين على ما اعتقد كله حسب مرجعيته فوجدنا النائب محمد ابو حامد بيعود بالخرطوش دون ما يكون معاه باقي النواب اللي هم خرجوا المفروض يتقصوا بيروحوا للطرف والطرف الاخر بيروحوا الميدان وبيتكلموا مع المتظاهرين وفي نفس الوقت بيروحوا للدخلية وبيتكلموا مع المسؤولين فلاقينا ان الطرف واحد بس اللي رجع من غير ما يجتمعوا مع بعض ويقولوا لنا الحقيقة فين وبيرفع الخرطوش وبيؤكد ان ده بقيت اللجنة اختفوا اصلهم لسه مجوش طب احنا محتاجين نعرف الحقيقة كاملة مش نص الحقيقة يعني عايزين نسمع الطرف والطرف الاخر رئيس البرلمان رئيس مجلس الشعب اعلن انه هو بلغوا من وزير الدخلية انه لم يطلق النار لا ده مش كفاية انا باعت لجنة هي اللي ترجع تقول هل وجدت اطلاق نار ولا لا وايه رض الدخلية على ده مش اكتفي بان انا يجي طرف من الاطراف اللي راحت وكان فيه اعترضات على النائب محمد محمد لانه كان الطرف المبلغ فما يفعش هو اللي يروح ويرجع بانه يعرض على المجلس النتيجة لا لازم يبقى اللجنة كلها مجتمعة ترجع وتقول لغاية النهاردة اللجنة المفروض النهاردة هتقول في الجلسة العامة اللي هي وجدته مبارح لكن انا عايز اقول ان رقم واحد انا بحط يعني اهالي عبدين احنا بنحط تحتهم ست سبع خطوط في بداية اليوم كانوا يشكروا عملوا اللي البرلمان ما قدرش يعمله اللي هو اللي هما المفروض ان احنا كنا منتظرين من البرلمانيين انهم ما يقفوش صف مع الدخلية بشكل اعمى تعمل اللي هي عايزا وتطلق النار على المتظاهرين طالما تجاوزوا الخطوط وصف مع المتظاهرين بشكل اعمى المفروض لا يطلق عليهم النار وما يقولوا ليش طب نرجعهم ازاي اهالي عبدين عملوا القانون يعني اعملوا القانون والقانون ايه القانون مش اني اطلق النار على المتظاهرين بمجرد انهم اتعدوا الحدود لا القانون بيقول ان في واحد اتنين تلاتة واحد ان انا الاحق العناصر المخربة دي واقبض عليها علشان انما لو ما تمكنتش ان انا الاحقها في اخر حاجة خالص هو اللجوء لاستخدام العنف اهالي عبدين عملوا ده انهم بقوا يلاحقوا العناصر المخربة ويقبضوا عليها ويسلموها للدخلية اللي هي كانت المفروض من الأول هي تشكل مجموعات تلاحق العناصر المخربة دي بدل ما تطلق النار عليه أستاذة ولاء كل الصحف وكل الأنباء بتقول إنه حصل ضرب ما بينهم ما بين حقيق الناس اللي نزلوا حقيق عبدين آخر النهار في منتصف النهار وكل سنج ومطاوي وأسلحة بيضاء ما هو ده اللي حصل بقى على بالليل يعني في منتصف النهار كان الشكل مشرف جدا بإن أهالي عبدين في بعض القناة الإعلامية كانت بيجيب صور وتقول أهالي عبدين في صف الدخلية لا أهالي عبدين كانوا بيقبضوا بيلحقوا العناصر دي ويقبضوا عليها ويسلموها للجهة اللي المفروض مسؤولة عن إنها تعسيبهم اللي هي الدخلية فهم قالوا هما في صف الدخلية على آخر النهار لقينا أهالي عبدين طلعين بالسنج والمطاوي وبيتعدوا هما كمان على المتظاهرين طبعا هل وظيفة الشعب في أو السكان عبدين هل دي وظيفتهم إن هما ينزلوا الحقوق يعني الناس المخربين اللي جوه الصور أهالي عبدين قلت الحركة عملوا اللي ما اتخذوش لا مجلس الشعب يطالب بيه ولا الدخلية قامت بيه أنت شايف أنه ده صح هما يعني أضع في الإيمان هما أهالي عبدين ما أضع في الإيمان وصل ليه في الآخر بزبط ما وصل في الآخر نوم حموت باع لأنه مفيش جهات في البلد قادرة أنها تتخذ موقف قادرة أنها تتخذ قرار صائب لا الحكومة قادرة تعمل حاجة ولا مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه قادر يعمل حاجة مم مم طب مجلس الشعب صحيح فين في الموضوع ده مجلس الشعب اكتفى بإن كل نائب يقوم أيوة ويندد ويولول وفي النهاية يا إما يطالب بإن يتم التعامل مع المتظاهرين يا إما يطالب بإن الداخلية تكف سيدة ولاء ليه كثير من الناس أو كثير من المشاهدين المتابعين لمجلس الشعب ابتدوا يحسوا أن المجلس ابتدى ينقسم لقسمين قسم مع وزارة الداخلية وقسم مع الثوار أو الناس اللي وقفة قدام وزارة الداخلية لسببين السبب الأول هو أن كل نائب داخل المجلس بمرجعيته وليس بأنه هو نائب عن الشعب كله فالمفروض أنه هو يبقى طرف محايد لحل الأزمات مرجعيته حضرت تكت أفكاره ده السبب الثاني السبب الثاني أنه هو إحنا الإعلام أفسد النواب تصديد الضوء على النواب في المجلس خلاهم يعملوا زي مباراة علشان يعدوا للانتخابات اللي جاية بأنهم يعني يعملوا دعاية من دلوقتي انتخابية قدام أهالي الدوائر بأنه يقوم ويتبقى مسابقة من يحصل على المايك ويتحدث أكتر سريعا لأن ناقص لخمس دقايق وعندي حاجتين لازم تيوبيني عليهم قبل ما تمشي لجنة الشؤون العربية كانت مجتمعة والصحفيين كانوا موجودين ويقال أنهم اضطردوا ده حقيقي من المتعارف عليه يعني أنا بقالي من 2008 في البرلمان لما بيكون في لجنة مغلقة بيعلن عنها مسبقا أن هذه اللجنة مغلقة وبيحطوا أسباب أو ما بيحطوش أسباب وفقا لرؤيتهم وبناء عليه إحنا ما بنروحش نحضر اللجنة دي اللي حصل أن بعدما الصحفيين دخلوا لجنة الشؤون العربية وقاعدوا فيها فجأة انطلب منهم اتفضلوا اخرجوا لأن احنا هنناقش حاجات تتعلق بالأمن القومي أنا مش فاهمة أي أمن قومي أو يعني وإحنا بنتكلم عن مشكلة سوريا هل مشكلة سوريا بقت أمن قومي لمصر هل لما احنا بنناقش كل الأمور مفتوحة اللي تخص بلدنا جوال اللجان وفي الجلسة العامة وبتبقى معروضة على الشعب كله ده لا يمس الأمن القومي لما نيجي نتكلم عن سوريا هنمس الأمن القومي ده كان محل اعتراض من الصحفيين كلهم وعبرنا عنه في الشرفة الرئيسية للمجلس ولكن من حقهم ان هما يعني خلينا نقول بلاش نقول طردوا من حقهم ان هما يقولوا لهم لو سمحتوا بعد اذنكوا نطلع برة لأنه الموضوع ده كذا من حقهم أساسا ولا مش من حقهم من حقهم يعلنوا مسبقا قبل عقد الاجتماع اللجنة بأنها غير محصصة للصحفيين ولا تدرج على جدول الأعمال اللي أنا باخده أنا كصحفي ليه جدول أعمال بس بلهم بالضبط قبل لما تنعقد اللجنة أنه يا جماعة مفيش تحفيين جايين دخيني مفيش تحفيين وده بيحصل في كتير من الأوقات قبل كده أن اجتماع اللجنة الفلانية مغلق واللجنة العامة كل اجتماعاتها مغلقة ما بنحضرهاش فده كان يمكن كل الجرائط سلطت الضوء النهاردة على تظاهرة في شرفة الصحافة للصحفيين إن احنا رفعنا لافتات اللافتات دي لماذا تغلق اللجان أمام الصحفيين والإعلاميين السادة رؤساء اللجان أنتوا خايفين من إيه ورفعناها في أقل من دقيقة بصمت وقعدنا وده احتراما للتقاليد البرلمانية وبالفعل الدكتور سعد الكتاتني طلب أنه يلتقي مع الصحفيين عقب الجلسة وحيكون فيه لجنة استماع النهاردة الساعة عشر في لجنة الإعلام والثقافة يستمعوا إيه اللي حصل بالضبط علشان بناء عليه يبتدوا يتخذوا إجراءات تجاه الأمر ده النائب مصطفى بكري كل الاحترام لي قام وخبط شوية في الدكتور البردعي كل الاحترام برضو للدكتور البردعي وإنه هو عميل لأمريكا وإنه 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 وده موازي معاه أخبار بنقراها في الجورنال النهاردة عن العلاقات المصرية الأمريكية بخصوص يعني بعض الأمريكان المتهمين هنا في مصر باختراق القوانين المصرية بشكل أو بآخر بدون الدخول في تفاصيل كتير عشان وخصوصا النهاردة يعني اتكتب أثامي الناس المصريين وغير المصريين هو الشق الأول يعني كان انطباع مجلس الشعب إيه؟ او انطباعك أنت الشخصي إيه في النقد ده؟ هي الموضوع اللي شقين الشق الأول تجاوزات في مجلس الشعب منها يعني محترام الشديد للنائب المحترم وبرلماني قديم جدا النائب مصطفى بكري والإعلامي كمان إلا إنه ما ينفعش عشان أنا بختلف مع حضرتك في الرأي هتهمك بالعمالة ودي أزمة موجودة في مصر كلها فما ينفعش تتنقل لبرلماني الصورة يعني لا يجوز بأي شكل من الأشكال إن أنا أختلف معاك فأقول في البرلمان أن أنت عميل لما بتحصل في الشارع بنانتقد ده ده يصل للبرلمان فده شيء خطير جدا الشق التاني هو إن التجاوز التاني إن في لجنة الشؤون الخارجية هما بينقشوا التمويل الأجنبي أحد النواب المحترمين برضو يعني قال إن الست المسؤولة عن هذا الملف من النظام البائد ما ينفعش إن أنا أتجاوز في حق مسؤول حتى لو أنا بختلف معاه في الرأي ومسؤول حالي وإذا كان عمل حاجة يشكر عليها فهقول له شكرا حتى لو كان من العهد البائد الحاجة التانية إن مجلس الشعب نفسه وهو بيناقش الأزمة دهية وبيعترض على إن فيه تدخل يعني من السفارة الأمريكية في الموضوع هو نفسه تدخل في شأن القضاء وده يمكن أعلن عنه المستشارة هاني الجبالي مبارح وقالت إن إحنا بنرفض حتى تدخل مجلس الشعب مش فيديو بس ومطالبته وبإقالة النائب العام كمان لأنه تدخل من مجلس الشعب في السلطة القضائية فأنا رأيي إن إحنا نترك ده الأحكام القضاء طالما هو يعني الأمر محل التحقيق ومحل اهتمام وإحنا ننتظر رأي القضاء سيدة ولاء حسين رئيس قسم البرلمان بروزال يوسف آآ أرجوك يزورينا تاني إن شاء الله شكرا عشانت برضو توضح لنا إيه اللي بيحصل في البرلمان أكثر وأكثر طبعا احنا بنشوف اللي بيحصل لكن وراء اللي احنا بنشوفه إعلاميا أكيد فيه كواليس حضرتك ممكن تقولها لنا أكثر وأكثر وتوضح لنا أكثر وأكثر وأكثر بإذن الله وإنا شكرا قوي شكرا يا فان شاهدنا فاصل وراجعين حال